السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم والجزء رقم 11 من الشابطر الثامن بنتكلم على تأثير السلفر عفواً السلفر اللي هو الكابريد سلفر is usually undesirable in purity in steel rather than an alloying element في الحقيقة عنصر الكابريد ده عنصر غير مرغوب فيه يعني مقارنة بالعناصر التسابقية الأخرى والمفروض أنه هو يكون في حدود حوالي 5 من 100 distance to case brittiness and reduce weldability لأنه وجوده في الحقيقة بيؤدي إلى أن الصلب يكون brittle ويقلل عملية weldability وفي الحقيقة الصفاتين دول مطلوبين في الصلب أن يكون ductile وأن يكون قابل للحام لكن وجود السلفر بيخليه brittiness أو يزود عملية اللي إيه إن هو الهشاشة اللي فيه الألوينج إيليمت أو الألوينج إيديشن أو السلفر إن أماونت فروم 1 من 10 لـ 3 من 10 في المية والتند تقوم بروف مشينابيلتي لكن طبعا يمكن وجود الكابريد من نسبة 1 من 10 لـ 3 من 10 في المية ممكن يحسن عملية المشينابيلتي أو عملية تشغيل الصلب such type may be used refer to resulverized or free machining free machining alloy are not intended for use where welding is required طبعا هي يعني هو ممكن استخدامه في عملية يعني وجود هذه النسبة ممكن يكون يعمل free machining يعني يعمل حس من عملية المشينابيلتي لكن بكل أسف يقلل من عملية الولدينج أو يمكن استخدامه في العناصر اللي هي فيها free machining وما يكونش محتاجة فيها أي نوع من أنواع اللي حمات